اول حاجة كل صور الokolong او سنادي اليد الفتي اللي انت استلمتها او هتستلمها النهاردة او لسه هتستلمها في العرض الجديد لان هما تلات عروض شرحنا واحد ودلوقتي بنشرح واحد ولسه هنشرح واحد الاسبوع الجاي او بعد الاسبوع الجاي كل صور الان افتي متاحة للبيع وانا شرحت لك في الفيديو الاول وهيشرح لك النهاردة ازاي اتباحا وامتى تباحا تاني حاجة كل الناس هتكسب ولكن مش كل الناس هتكسب زي بعض فدي اهم حاجة ان كل الناس هتكسب وكل صور هتتباع. قبل ما نبدأ في اي حاجة انا ما عنديش استثمار مش هكلمك في الواتس اوب وهقول لك استثمر معي. اي حد بيبعث لك في التعليقات وحاطت صورتي ده نصاب مية في المية. انا شغلي مجاني مية في المية والكل الناس فمش بتواصل مع اي حد خاص. تأكد تماما انك انت دخلت من عندنا في اي قنوات موجودة في الوصف وموجودة في اسفل التعليق عشان في ناس عاملة قنوات زينا وفي ناس بتتعرض لعمليات نصب. ما تنساش تعمل اللايك بتاعك الجميل والتعالى اشرح لك. بص يا او الصحاب. احنا شرحنا العرض ده قبل كده وقلنا ان فيه تلات عروضات. فلو انت كسبت من الناس الاولانين ما تنساش تقول لنا كسبت كان في التعليقات واكيد دلوقتي محتاجين لك اللايك يا بو الصحاب. ومبروك على انت كسبت. وهتكسب تاني دلوقتي ولسه في عرض جديد. لو انت ما كسبتش يبقى اجلت لك الفرصة التانية مرة انك انت تقدر انك انت تكسب. كل الفكرة كل عدو بيكسب تلات مرات. فانت لو كسبت مرتين ليك مرة لو كسبت مرة ليك مرتين. ازاي بقى تشارك في العرض والجودة? اول حاجة لازم يكون عندك حساب في منصة او برانس. لو ما عندكش حساب اسهل منك انت تعمل حساب بيسبوك. هقول لك زي دلوقتي تعمل حساب. ولازم يكون عندك حساب عشان ده فطور المستقبل يعني. شغل كله هيكون على او سندخل في الشرحة على طول عشان عارفك انت بتحب دهليس يا بص صحابي. عشان تعمل حساب للناس الجديدة هتلاقي الربط طبعا من اسفل الفيديو اسهل منك انت تعمل فيسبوك وبتاخد مية دولار دي خاصة بالتداول وخاصة بالرسوم وهتلاقي فيديو في الاسفل يشرح لك ازاي تستفاد بالمية دولار للناس الجديدة فقط. فبتعمل حسابية اما بالجيميل او عفوا في الجيميل او بالرقم الهاتف. بتسجل رقم الهاتف وبجميل بدعك يعني ايميل وبصورت وتعلم بشروط والاحكام وتقول له انشاء حساب جديد. اسهل من كده ما فيش هو ببقى بيعلمك وببعث لك ازاي تتكمل بقى التسجيل يعني اسهل منك انت تعمل حساب فيسبوك. ده العرض بتاعنا طبعا احنا شرحنا من طلبتاشر يوم. العرض هيفتح النهاردة. هو متصور قبلها بساعتين. فتمكن تدخل تلاقي مسلا سبع ساعات او ست ساعات وما تقلقش. كل حاجة واسبها لك على قناة تليجرام. هتلاقيها طبعا في الوصف وموجودة في اول تعليق. بسيب لك قبلها بعشر دقايق او بعشرين دقيقة بقول لك ادخل اهجم واستلم. فما تقلقش من اي حاجة. كل اللي عليك انك انت طبعا لازم تبقى عارف النظام ماشي ازاي. ولو انت طبعا ما عندكش حساب من نفس الرابط برضا هتقدر تعمل حساب من هنا. اهم حاجة انك انت تفتح الايميل بتاعك في الويب. هتيجي هنا على التلس شهرات من حضرتك وهتدوس وهتلاقي حاجة اسمها تسجيل دخول. عشان انت بك ما تكون على الرابط وانسيت انك انت تعمل دخول ووقت الاستلام مدعرفش تستلم. هتدخل بحسابك اللي هو او البصورة بتاع حضرتك. نفس اللي انت عملت او او لو انت عندك حساب بتدخل بيه. عشان بمجرد ما بيفتح العرض بتقول له استلم. انت بتستلم فوري ومباشر. كل حاجة هولا هدف دلوقتي بالتفاصيل فركز في الفيديو كويس جدا ومنساش تعمل لايك عشان انت لحد دلوقتي تنسيت تعمل لايك يا مصحاب. طبعا التسجيل سهلس جدا ولكن بيحتاج منك ان هو يتأكد من حسابك فبيبعات لك كود اما على الجيميل او او اما على الرقم وممكن يبعات لك على الاتنين عادة ما فيش اي مشكلة. ده زيادة تأكيد للمنصة فانت بتجيب الكود طبعا سواء كان من على الجيميل او من على الرقم وبعد كده بتعمل تسجيل. يبقى احنا اللي عملنا ايه دلوقتي يا اما احمد لو ما عندناش حساب عملنا حساب في المنصة ولو عندنا حساب هتلاقي رابط العرض اسفل الفيديو موجود في كرابط الجرام وموجود في الوصف عندنا. دخلنا في رابط العرض وبعد كده فتحنا المنصة بتاعتنا في رابط العرض. كل المعلومات هتلاقي موجود عندك في رابط العرض ولكن انا هنا بشرح لك بالبلدي او بسهلها عليك واشرح لك كل حاجة بالتفاصيل. فانت بتنزل حضرتك هنا برضو زي ما قلت لك فيه عرض دي جديد هيفتح يوم خمسة وعشرين في نفس الشهر. احنا العرض الاولياني نزلناه في ابريل اللي هو شهر اللي قبل مايو. وطبعا نزلنا عرض النهاردة وهنزل عرض تالت فانت لما كسبتش يعني انت كده بتضيع وقت. يا صاحبي. كل المعلومات هتلاقي مكتوبة عندك بالتفاصيل وقمية الربح وقمية كل حاجة ولكن انا بحب اسهل على العضو اللي عندي كل حاجة وبشرحانه بالبلدي كده بفاهمها له بالطريقة اللي احنا بنفاهمها بسرعة. عشان تخرج من الفيديو تقول لي مش شاكريني عم احمد وقد اللايك بتاعك وهو مش خسرة فيك. وكل حاجة تبقى واضحة بالنسبة لحضرتك. طبعا في الاول كنت تقدر انك انت تستفاد بسندوق اضافي عن طريق اضافة صديق او دعوة صديق. دلوقتي اتلغت مش موجودة. وكان برضو لو انت عندك عشر قطع تقدر انك انت تستلم صندوق ديت برضو مش موجود. عشان كده لازم تبقى عندنا لو مش مشترك يشترك عشان تلحق العرض. اول ما بينزل. طبعا للناس اللي هي استلمت في الاول. دي كمية البيع بتاعة السنديق او اسعار السنديق اللي هتبقى موجودة. ولكن سيبك من الكلام ده كله احنا يهمنا حاجة واحدة فقد لينا طبعا الصور الان فتي متسعارة من عندهم واحنا شرحناها في الفيديو الاول وكل صورة ليها سعر وكل صورة ليها كمية. لو انت بقى ملحيتش في العرض ده في عرض برضو على اللايف بيفتحوا لك اللايف وبيصوروا لك كو اير هقول لك ازاي تدخل عليه دلوقتي. واتأكد ان كل عدو ليه تلات مرات يستلم فقط. الاهم بقى ان كل السنة دي قابلة للبيع والتبديل. طبعا ليهم متجر خاص والبيع هيبدأ يوم خمسة وعشرين مايو. دلوقتي جاوبت على سؤال حضرتك عشان لو لقيتك كاتب لي في التعليقات تحت عاما احمد موجودة صندوق ومش موجودة قابلة للبيع. هقول لك كامل الفيديو للدقيقة كزا عشان تفهم ازاي هيتباع. لان كل صور مقفولة لحد يوم خمسة وعشرين مايو. فهمنا كل حاجة دلوقتي يا احمد فهمنا. عملنا اللايك يا صاحبي عملنا. لو انت بقى سجلت وناسي او جودة في قناة تليجرام عندنا هسيب لك كل المعلومات. يعني قبلها بعشر دقايق او عشرين دقيقة. بكتب لك التفاصيل عشان تدخل تجهز نفسك عشان لو انت مسلا مجهول تدخل تجهز نفسك فمش نسيك برضو يا بو الصحاب. هتيجي هنا على التعليمات لو انت عايز بها تخش على اللايف فهنا هسيب لك كل رابط واحدة يدخل لك على كل حاجة. هتفتح لك صفحة زي كده برضو بشرح لك ازاي تستلم الصورة من اللايف. الصورة اسهل منها مفيش. طبعا بالمناسبة هنوزع ستاشر طاقية من طاوي او مش عانت بتسموها طاقية. هتخش هنا على البس المباشر. هنوزع ستاشر كاب ده طالع دبعا من مناطق بيناس. احنا طبعا شغالين معاهم وعندنا وكيل حاصري. اول واحد في الوطن العربي. عنده وكيل مع بنانس. هنوزع ستاشر على الاعضاء. فما تستاش حضرتك تكتب تعليق حلوة عشان هنختار من التعليقات والتعليقات هتروح للمنصة وهي هتواصل بيك ويقول لك فيه عنوانك وهيبعد لحد حضرتك. ده طبعا ما كنتش كنت مفروض ان اعمل لها فيديو بس تستبتها كده في نصف الفيديو عشان الناس اللي هي بتكامل الفيديو هم بس اللي يستفادوا. طبعا ازاي انت دل وقت حبيبي هتستلم خليك مسلا انت تفرجت على اللايف. اولا نزلت لك الكو ار في التليجرام زي ما عملنا الفترة الاولانية. هتيجي هنا فوق وهتصور الكو ار. لو انت عندك تليفون تاني وبتتفرج على اللايفو من تليفون تاني كل اللي عليك انت هتصور الكو ار بشكل ده كده. وهيتنزل مع عندك الكود بسرعة او صورة بسرعة. لو انت اخدتها سكرين او رحت على كناب تليجرام لاتني منزل لك كود. هتيجي عندك في الاسفل عند الصفحة بتاعتك وهتلاقي طبعا عضرتك الكود اللي انتزلته او حفظته. نفس الكلام هي هي. ولكن انا بشرح الترقتين. عشان ما فيش حد يكون عنده مشكلة. لحد دلوقتي انت ماشي معايا تمام وفهمت كل حاجة بالتفاصيل. الناس بقى اللي هي بتقول لك عم احمد دلوقتي انا استعملت صورة الان اف تي. ولكن اول حاجة انت مش بتستلم ان اف تي فقط. انت بتستلم ان اف تي. وبتستلم عملة فان توكن اللي هي عملة المشروع نفسه. اول حاجة تشوف صورك ازاي. هتيجي هنا على مور او ماس او المزيد. وهتلاقي حاجة اسمها بنانسي ان اف تي. مكتوبة بكل اللغات برضو هي نفس الكلام بنانسي. وهتخش هنا هتلاقي طبعا في الاسفل الصور الشخصية بتاعتي. ده اول حاجة انت لما بتستلم صورة ان اف تي. عفوا مش بتكون بس ان اف تي. بتكون لها اصلا عملة الفان توكن. يعني ممكن تستلم صورة ان اف تي. وتستلم قيمة من فان توكن. القيمة قديبة من عشرين سنت لحد ستاشر دولار. غير الان اف تي اللي احنا هنبيع يوم خمسة وعشرين في مايو الشهر اللي احنا بيتكلم فيه. في حالة دلوقتي فهمنا كل حاجة دلوقتي. هنخش بقى ازاي تستلم التكن. التكن طبعا هتلاقيه في مركز المكافئات. مركز المكافئات ده بينزل فيه كل حاجة احنا بنشتغل عليها. ولكن الربح النهاردة بيكون فوري. يعني بمجرد ما بتستلم الصورة بتلاقي عن حضرتك مركز المكافئات. مركز المكافئات هم بيحدثوكل شوية. فانت لو دخلت عليه دلوقتي هتلاقيه متحدث عندك وهتلاقي النظام مختلف شوية. ولكن هي هي. انت مسلا انا الشهر ده مستلم حداشر مكافئة. طبعا احنا عملنا في فيديوهات كتيرة جدا عن الربح من بنانسي هتلاقيه طبعا السلسلة من دوم دوم الفيديو ده. تقدر تراجع السلسلة وتشوف المناسب لحضرتك ايه وتشتغل عليه. وهتدوس على اليمين هتلاقيه طبعا اخر حاجة انت مستلمها اللي هي عملة فانتوكن. او ممكن تقولها فانتوكن اسهل بالنسبة لحضرتك. اللي هي عملة الخاصة بالمشروع. لحد دلوقتي انت اعتقل في اهمتي كل حاجة لو انت كملت الفيديو. لو الناس اللي هي كملت الفيديو. ما تنساش تاخذ الكابة صاحبي. هتبقى ستاشر واحدة نختارهم من التعليقات. كل عليك تستنى في كناة تليجرام لو انت ضايخ او مش عارف ولسه مفهمدش هتلاقي كل المعلومات موجودة عند حضرتك. هعيدها تاني. اي حد هيكلمك في التليجرام او اي حد هيكلمك في التعليقات تحت وحاطة الصورة وقالك وتوصل معي ده نصاب مية في المية. انا معنديش استثمار. انا ربح مجاني مية في المية وشغل كله بينزل الناس مرة واحدة. ما بكلمش اواحد في الخاص واقول له خد شغل او بكلم مجموعة وقول لهم خد شغل. شغل كله بينزل لكل الناس. لو لقيتني ارى بكلمك وبقول لك استثمر عندي او ابعتلي فلوس اعرف ان انا نصاب مية في المية لان شغل كله مجاني مية في المية. ده تعوعية عشان فيه ناس عاملة كنوات زينا وفيه ناس بتكلم ناس في التعليقات عشان ينصبوا عليهم. لحد كده انا شرحت لك كل حاجة مساش تعمل لك بداع الجميل. ولو انت مش مشترك انضم العين تكون بري واحلى مساء على حضرتك.